مادة الفيزياء ندرس وحدتين في الفصل الدراسي الأول وحدتين في الفصل الدراسي الثاني بالنسبة للوحدتين الأولانيين اللي هناخدهم في الفصل الدراسي الأول هناخد منها الوحدة الأولى النهاردة هناخد جزء وهو عبارة عن الضغط الجوي لما نتكلم على بالنسبة للضغط الجوي عشان نتكلم عليه لازم أول أتعرف على الغلاف الجوي الضغط الجوي هو عنصر من عناصر الجوية يعني عند الحرارة والإشعاع والرطوبة دي كلها عناصر المناخ أو عناصر بسمية عناصر الجوي بالنسبة للغلاف الجوي لما يجي نشوف مع بعض الغلاف الجوي مما يتكون الغلاف الجوي أو إيه هو الغلاف الجوي الغلاف الجوي عبارة عن الطبقة الغازية الشفافة اللي ما تحيط بالكرة الأرضية وتحتفظ بيها بفعل إيه بفعل جذبيت يعني أنا لو تخيلت معايا أن الأرض عبارة عن كرة زي ما احنا عارفين هذه الكرة كرة مستديرة أو بيضوية الشكل يحيط بها من الخارج من السطح الخارجي مع الارتفاع إلى أعلى يحيط بيها طبقة هذه الطبقة بسميها الغلاف الجوي طيب الغلاف الجوي ده موجود ربنا عز وجل اللي خلقه أو جده حوالي الأرض لأن له بعض الأهميات للكئنات الحية اللي موجودة على سطح الأرض وعلى كوكب الأرض لما نيجي نشوف الغلاف الجوي بيتكون من إيه الغلاف الجوي بيتكون عندي من مجموعة من الطبقات لما أشوف الطبقات دي يعني بترتبها إزاي قال لي أول حاجة طبقة من أسفل إلى أعلى ولكن أنا هنتكلم معاكم الأول على الغلاف الجوي بالنسبة للطبقات بتاعته قال لي أول حاجة طبقة التروبوسفير هذه الطبقة موجودة عندي على سطح الأرض مباشرة ودي سمكها حوالي من 6 إلى 18 كيلو الطبقة التانية هي الاستيراتوسفير الطبقة اللي بعد كده هي طبقة الميزوسفير والسيرموسفير والأكسوسفير دي كطبقات بعد كده حناخدها كل طبقة لوحدية طيب الغلاف الجوي ده بيتكون عندي من خليط من الغازات طبعا يعني الهوى فيه أكسجين وفيه نيتروجين وفيه سيني أكسجين الكربون وفيه عندي بخار المية دي كلها مجموعة من الغازات تختلط مع بعضها وتكون لي الهواء طيب إذا لو نظرنا إلى الأكسجين الأكسجين بيمثل قد إيه من نسبة للهواء أو حجمه قد إيه من الهواء الأكسجين بيمثل معي نسبة حوالي 5 حجم الهواء يعني حوالي 20% من حجم الهواء طبعا نحن عارفين أن الأكسجين ده مهم وضروري لعمليات التنفس للكائن الحية اللي هو الإنسان والحيوان والطيور لأن الأكسجين ده بيدخل فيه عملية الأكسادة للمواد الغذائية والإنتاج الطاقة اللازمة لعمل الكائن الحي سواء كان يتحرك أو يعطيني إنتاج فالأكسجين مهم وضروري لعمليات الحيوية داخل الكائن الحي أيضا غاز ساني أكسل الكربون هذا الغاز يدخل فيه عملية البناء الضوئي أو عملية تمثيل الضوئي طبعا التمثيل الضوئي ده بيستخدم فيه غاز ساني أكسل الكربون واللي بيقوم به النباتات اللي عندنا على الصحة الكورة الأرضية وده في الغالب بتستهل الكمية كبيرة من غاز ساني أكسل الكربون لإنتاج الكربهيدرات طيب طبعا لازم يكون عندي موجود فيه ضوء وموجود عندي ماء وبعض العناصر لكي تكتمل عملية التمثيل الضوئي طيب نبص نشوف الطبقة دي قال لي هي سمكها كام؟ قال لي سمكها من حوالي من 6 إلى حوالي 18 كيلو متر هل هي ثابتة موجودة عندي بمستوى واحد؟ يعني في أي نقطة استها هلاقيها مثلا 18 كيلو أو 6 كيلو أو 10 كيلو قال لي لا هذه الطبقة بتختلف من نقطة إلى أخرى يعني إحنا لو لاحظنا لتدريس الأرض أو سطح الأرض عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة مثلا من الجبال من مرتفعات من خفضات فكل مكان عندي فيه مرتفع يبقى هتخل عندي هذه السمك أو سمك هذه الطبقة في هذه النقطة أو هذه المكان ده بالنسبة لطبقة التروبوسفير لسه نتعرف بعد كده على خصائص كل طبقة من هذه الطبقات ونعرف إيه هي وأهميتها إيه عشان نقدر إن إحنا نستغلها استغلال كويس زي ما قلنا الغلاف الجوي قلنا بيحتوي على مخلوط من الغازات وده قلنا إن لو أنا خدت التركيب بتاعها في جدول كده بسيط هعرف عندي إيه المكوناتها هوت أدي غاز نيتروجين وده بيمثل لحوالي 78.9% من حجم الهوى وقلنا الأكسجين بيمثل حوالي 29.9% من برضو حجم الهوى بجانب بعض الغازات اللي هي زي الأرجون ونسائل الكربون مع وجود بخار المية وده بتشكل نسبة بسيطة من حجم الهوى لكن أنا عندي لو بصيت للمكونات الرئيسية اللي عندي هلاقي غاز نيتروجين هذا النيتروجين الغاز ده موجود في الجميع الكهات الحية أي بورتين موجود يعني خلايا بكتيرية فطريات كائنات حية سواء كان إنسان أو حيوان أو طيور بلاقي فيه غاز نيتروجين متواجد بكمية كبيرة اللي هو عنصر أساسي في تكوين البروتين الحيواني أو البروتين النباتي وبالتالي البروتين ده مهم جدا وضروري للعملات الحيوية ودورة حياة الكائنات الحية على سطح الأرض عشان كده موجود بنسبة كبيرة جدا لأن كل كائنات الحية اللي عندنا على سطح الأرض بتستخدم معايا غاز النيتروجين في إنتاج البروتينات والأحماض الأمينية الضرورية لدورة حياة الكائن الحي وما قلنا برضو الاكسروجين أنا قلت بيبسل حوالي خمس حجم الهواء يعني أنت اللي بسيط لعشرين وتسعة من عشرة لما نقسمها على مية في المية يعني هاخد كام حوالي تقريبا خمس حجم الهواء وقلنا أن الأكسجين ضروري لعمليات الأكسادة للمادة الغذائية اللي في جسم كان الحي سواء كان إنسان أو حيوان أو طيور عشان يحصل منها على الطاقة الحرارية اللازمة لاستكمال دورة حياته سواء كان محافظة على حياته من الموت أو يعني من الهلاك أو يستخدم هذي الطاقة في إنتاج منتجات زي عندنا بنستغلها في المزارع عندنا في المزارع الإنتاج الحيواني الكائن الحي اللي عندي هنا هو الدواجن أو الطيور أو الحيات الكبيرة زي الأبقار والجموس دي بتاخد الطاقة دي وتحولها عندي إلى مخزون داخل جسمها أو ممكن تنتج لي البيض أو اللبن أو أي منتج آخر زي الصوف وخلافه ده بالنسبة لي لاستخدام الأكسجين داخل الكائن الحي برضو السنوية الكربون قلنا عليه برضو مش هنكرر تاني الكلام عشان نقدر نثبت المعلومة عندنا غاز السنوية الكربون قلنا غاز ضروري لعملية البناء الضوء طيب أنا لو لاحظت معايا غاز الأكسجين لما يحصل عملية أكسادة داخل جسم الكائن الحي إيه اللي بيحصل؟ إن المادة الغذائية اللي عندي بتتأكسد بلكسجين وينتج عنها غاز سيوكسل الكربون طيب النبات بيقوم بعملية تمثيل الضوء بالنهار في وجود الضوء يعني لو غاب عندي الضوء مش هتكون عندي تمثيل ضوءي وبالتالي مش هتكون عندي كربادرات إذن النبات عندي بالنهار بيستهلك غاز سيوكسل الكربون وينتج لي إيه؟ ينتج لي المواد الكربوهدراتية طيب بالليل يبدأ النبات بقى يتنفس ويبدأ يخرج غاز سيوكسل الكربون عشان كده بننصح الناس ما يحطش أي نبات داخل غرف المعيشة لأن قصة النباتات دي بتدرج لي بالليل غاز سيوكسل الكربون ده بالنسبة لغاز سيوكسل الكربون طيب طبعا بخور المياه موجود بنسب متفاوتة يعني حسب طبقات اللي موجود فيها وحسب قرب مسطح البحر أو من الأماكن اللي فيها رطوبة يعني وتختلف نسب بخور المياه في الغلاف الجوي من مكان إلى مكان آخر ده كان فكرة عن حجم أو نسب مكونات الغلاف الجوي اللي هو عندي مكونات الهواء اللي هو الأكسجين وانترجين والأرجون وغاز سيوكسل الكربون طيب احنا قلنا الغلاف الجوي كغلاف على بعضه بقى لما اجي اشوف انا الغلاف الجوي ده ايه هو اهميته وضروريته ايه هي قال لي هو ضروري زي ما قلنا للحياة فوق سطح الارض لكن هو له استخدامات اخرى واهميات اخرى زي ايه قال لي ان الغلاف الجوي ده ان فيه غاز سيوكسل الكربون بيمتص جزء من الاشعة الشمسية يعني لو احنا تخيل ان الغلاف الجوي ده مفيش فيه غاز سيوكسل الكربون كان ايه اللي ممكن يحصل ان كل الاشعة الشمسية اللي صدر من الشمس وتوصل الارض بكميتها كلها هتوصل الى الارض وبالتالي هترفع لي من درجة الحرارة لكن غاز سيوكسل الكربون ده بيمتص جزء من الاشعة الشمسية اللي هي موجودة عندي ويحجبها عن وصولها للارض وبالتالي يبقى فيه منسوب او مستوى مقبول لحياة الكائن الحي على سطح القرى الارضية ايضا الغلاف الجوي بيحفظ التوازن الحراري ليه بيعمل لي عمية عزل ما بين الفضاء الخارجي احنا لو خرجنا الى الفضاء الخارجي هلاقي عندي كل ما ارتفع عن سطح الارض بنقرب من الاشعة الشمسية وبالتالي ممكن ترتفع عندي درجة الحرارة لكن هنا وجود الغلاف الجوي بيعمل لي زي خيمة بالزبط بيحجز لي الفراغ الخارجي عن سطح الارض وبالتالي يحفظ لي او يعمل لي عمية التوازن حراري للارض طبعا الارض احنا عارفين انها لو حصل فيها فقد الحرارة الموجودة على سطح الارض هيحصل ايه عندي اللي هيحصل عندي انخفاض الحرارة الزيادة عن اللازم وتوقف بعض العميات الحيوية للكائنة الحية كلها عشان كده غاز سايق سودا كربون او من ضمن احد مكوناتها بالغلاف الجوي بيقدر يحفظ لي او يعمل لي عمية التوازن حراري لسطح الارض او للارض ايضا يعمل كوسط ينتقل فيه الصوت الصوت بينتقل فيه المواد والاجسام والجسيمات لو فيه عندي فراغ مش هنتقل فيه الصوت لكن الغلاف الجوي موجود فيه مجموعة من الغازات ومجموعة من بعض العناصر المتطيرة او بعض الشواب فهنا الغلاف الجوي وسط مناسب لانتقال الصوت وبدون هذا الغلاف الجوي لا ينتقل عندي الصوت ولا الموجات اللاسلكية مش هتنتقل عندي خالص ده بالنسبة لأهمية الغلاف الجوي في حاجة تانية برضو للغلاف الجوي اللي هو بيضعف من تأثير الأشعة الفوق بنفسجية طبعا الأشعة فوق بنفسجية دي لها تأثير كيميائي وممكن تأثر لي على العامات الحيوية داخل الكائن الحي سواء كان إنسان أو حيوان وممكن تعمل لي أو تحدث بعض التفارات هذه التفارات هتغير من الصفات الوراثية للكائن الحي سواء كان طحالب أو بكتيريا أو طيور أو نباتات وممكن تنتج لي أصناف أو عناصر جديدة غير مرغوبة وممكن تعمل لي أمراض أو مشاكل كتير عشان كده الغلاف الجوي بيقدر أن هو بيضعف ويقلل من قوة أو من وجود الأشعة فوق بنفسجية اللي هي لها تأثير دار طبعا هي برضو لها تأثير مناسب أو لها أثر طيب لكن الزيانة بتاعتها بتأثر لي تأثير على الكائنة الحية وتغير لي من صفتها الوراثية ده بالنسبة لأهمية الغلاف الجوي بعد كده بننتقل على طبقات الغلاف الجوي زي ما خدناها قبل كده واستعرضنا أن قلنا أن في عندي خمس طبقات الغلاف الجوي دلوقتي هقدر أن أنا أخذ كل طبقة منهم وأتكلم على مميزات كل طبقة وإيه أنا قدر أستغل لها إزاي في الشغل بتاعي سواء كنت أنا هيمشي فيها طيارات هستقدمها في المواد السلكية واللاسلكية هشوف أنا الطبقات الصحب دي موجودة فين دي كلها هستعرض مع حضراتكم دلوقتي أول طبقة من طبقات الغلاف الجوي وهي طبقة التروبوسفير هذه الطبقة هي الطبقة السفلية اللي هي مناصقة لسطح الأرض مباشرة يعني أول طبقة من أسفل إلى أعلى وأنا أطالع على فوق كده أول طبقة بتقابلني أو بسميها هسميها طبقة إيه؟ التروبوسفير طيب هذه الطبقة اللي هي الملاصقة لسطح الأرض على طول المفروض بقى أن هي بتحتوي على إيه؟ على كل أو معظم الغازات الموجودة عندي وبخار المية وفيها السحب وفيها حاجات كتير اللي هي يعتبر حتناسب عندي وجود الكلات الحية وانتشارها على سطح الأرض فهذه الطبقة السفلية اللي هي الطبقة التروبوسفير هي الطبقة الملامسة لسطح الأرض اللي تحتوي على أكثر من تمانين في المية من كمية الهواء الجوي زي ما قلتك دلوقتي كل الهواء الجوي متركز فيه هذه الطبقة عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر إن فيها كائنات حية موجودة على سطح الأرض هذه الكائنات الحية هتستغل كل العناصر اللي موجودة فيه الهواء الجوي سواء كان أكسجين سينكسجين كربون بخار المية دي كلها الكائنات الحية هتستخدمها عشان تقدر تكمل حياتها ودورة حياتها اللي هي محتاجة مثلا أكسجين محتاجة سينكسجين كربون محتاجة بخار المية دي كلها موجودة فيه الهواء الجوي اللي هو الطبقة بتاعتنا اللي هي التروبوسفير أيضا من ضمن مميزات هذه الطبقة قال لي إن هذه الطبقة تعتبر أهم طبقة للناس اللي بيشتغل على دراسة المناخ ودراسة الطبقات الجوية والغلاف الجوي هذه الطبقة طبعا زي ما قلت لك بتجتمل على معظم الهواء اللي موجود ومعظم كتر الهواء الجوي أو الغلاف الجوي معظمها متركز في هذه الطبقة إذن لما جي أنا كباحس أو كديرس للغلاف الجوي عشان أنا أقدر أدرس غلاف الجوي بعتبر إن هذه الطبقة هي الطبقة اللي بتتجتمل على جميع العناصر اللي أنا هقدر أدرسه لكن كل ما أنا أتعمق أو أطلع أصعد إلى طبقات عليا حلقة هي إلا عندي كمية الهواء وهي اللي عندي نسب مكونات الغلاف الجوي اللي معايا وبالتاليها مش تبقى هي ايه زاتها تأثير قوي في الدراسة بتاعت لكن انا عندي الطبقة السطحية ده هي اللي هي طبقة التروبوسفير ده هي اللي تعتبر اهم الطبقات لداريس المناخ فهي اه يعتبر اه موطن كل العامات الجوية اللي موجودة عندنا من ضمن برضو مميزات هذه الطبقة ان هي الطبقة دي اللي بعيش فيها الانسان وانا قلت دلوقتي قررت كم مرة ان هذه الطبقة عيش فيها الانسان وعيش فيها الكائن الحي ايضا سواء كان حيوان او طيور دي كلها مناسبة لمعيشة او دورة حياة الكائن الحي سواء كان انسان او حيوان او طيور ده بالنسبة لهذه الطبقة برضو عشان نشوفت برضو مميزات هذه الطبقة قال لي بيختلف ارتفاع هذه الطبقة من مكان لمكان وانا قلت لو انا واقف دلوقتي هوت مسلا على قمة جبل هل عندي قمة الجبل دي لو انا قزت المسافة من سطح الجبل ده من قمته الى نهاية هذه الطبقة هل هي هتكون مثلا خمسة كيلو ولا عشرة كيلو ولا هتكون زي الطبقة لو انا واقف على سطح الارض المستوي طبعا هتختلف عندي هذه الطبقة من مكان الى مكان اخر حسب ارتفاعي انا وبعدي انا عن حافة هذه الطبقة الخارجية طيب طبعا انا بيعتبروا هذه الطبقة دي هي طبقة ايه مناسبة لعندي لحركة ايه لحركة ايه لبعض الطيرات وهذه الطبقة طبعا بتتميز برضو ان انا لو كل ما ارتفع الى اعلى بتنخفض معايا درجة الحرارة يعني ازا كنت انا واقف على الارض وكانت الحرارة مثلا على سطح الارض خمسة وتلاتين درجة مقوية لو انا سعدت مثلا بمقدار مثلا ميت متر او ميتين متر او تلتميت متر كل ما اصعد الى اعلى هتنتخفض معايا ايه درجة الحرارة لان انا كده بابعد عن حرارة الارض وبارتفع بعيد وبتخلص من الحرارة اللي هي بتاعة الارض السطح الارض او الشعر الحرارة دي اللي جايلي من الارض وبالتالي كل ما ارتفع الى اعلى تقل معايا درجة الحرارة ده بالنسبة للمميزات هزي ايه هزي الطبقة طيب لما اجي اشوف الطبقة التانية اللي بعد كده قال لي طبقة الاستراتوسفير هذه الطبقة بتمتد حتى ارتفاع خمسين لخمسة وخمسين كيلو متر من سطح الارض طيب انت بالوقت قلت لي ان فيها عندي طبقة بتمتد لحد طمانتاشر كيلو متر هل الخمسين دي من ضمنها التمنتاشر طبعا لاني انا كده بأعتبر بحسب سمك الطبقة من سطح الارض ي Dubai لما اجي انا اشوف سمك الطبقة الاولانية عليها كان طمانتاشر كيلو متر طبعا مخصم انا عندي اللي هو اعتبر اعلى اعلى طبقة او اعلى سمك اه او اكبر سمك انا ممكن الاقي فيه هذه الطبقة موجودة معايا لكن المطرح انا التمنتشر ده همت من الخمسين او خمسة وخمسين حيديني حوالي اتنين وتلاتين كيلو متر ودي تعتبر ايه سمك الطبقة اللي هي التانية اللي معاي اللي هي طبقة ايه الاستراتوسفير طبعا هذه الطبقة لها مميزات ايضا زي ما استعرضنا مع بعض الطبقة الاولانية هلاقي عندي اول حاجة انها تتميز هذه الطبقة بسبات درجة الحرارة احنا قلنا في الطبقة الاولانية ان ايه كل ما ارتفع الى اعلى بتنخفض معايا ايه درجة الحرارة هنا بتثبت معايا درجة الحرارة يعني هتبقى سبتة مش هتتغير معايا كتير هتبقى تغير طفيف غير ملحوظ وبالتالي باعتبارها ايه باعتبارها سبات درجة الحرارة ايضا هذه الطبقة يعتبر حركة اللي هو فيها حركة افقية يعني بتتحرك في مستوى افقي وليس مستوى ايه مستوى عمودي او مستوى رأسي وهذه الطبقة يعتبر مناسبة جدا لحركة الطيران لانت عارف ان الطيرات حركتها يعني متوقفة على انها بتدفع الهواء الى الخلف عن طريق محركات الطيرات وبالتالي لما يحصل عندي ان في حركة هوا رأسية او يعني بقول عمودية يعني الى اعلى او الى اسفل هذه الحركة تؤثر لي على حركة الطيران لكن لما يبقى عندي حركة الهواء الى حركة افقية هيحصل لي عميدة توازن للطيارة وتبقى ماشية مش هيحصل فيها مطبات او يحصل فيها اي انخفضات ده بالنسبة لهذه الطبقة يعتبر طبقة مناسبة لحركة ايه الطيرات وعشان خاطر ما فيش فيها اي تقلبات اه للهواء يعني يعتبر سبت ايضا يقل فيها ظهور الصحب يعني لو انا عندي بسطة الطبقة الاولانية هلاقي فيها باقي فيها انواع عديدة من الصحب هلاقي صحب متوسطة صحب مرتفعة زي ما هناخد بعد كده الحلقة الجاية ان شاء الله هنستعرض معنا اشكال الصحب وانواعها ايه وارتفاعها ايه وحركتها ازاي دلوقتي انا بقول ان هذه الطبقة بتقل فيها ايه تقل فيها كمية الصحب الطبقة التالتة اللي هي معايا وهي طبقة ايه الميزوسفير هذه الطبقة بتصل الى حوالي 80 الى 85 كيلو متر من سطح الارض يعني برضو زي ما قلنا انه عندي طبقة الاولانية حوالي 18 التانية توصل لحوالي من 50 ل 55 الطبقة دي من 80 الى 85 كيلو متر يبقى برضو يا جماعة يا ابنائي العزاء انا بحسب سمك الطبقة بداية من ايه من سطح الارض يبقى من سطح الارض بقول انها بتتفع من 80 الى 85 كيلو متر يبقى في هذا المجال او هذه المنطقة حلاقي عندي الطبقة اللي هي ايه طبقة الميزوسفير طيب الطبقة دي بتتميز ايضا من خفاض درجة الحرارة مع الارتفاع خفاض درجة الحرارة مع الارتفاع حتى تصل الى اقل قيمة ديه يبقى الطبقة اللي فاتت اللي هي الطبقة التانية كانت عندي درجة الحرارة ايه سابتة الاولانية قلنا بتنخفض الحرارة كلما ارتفعنا الى اعلى الطبقة التانية بتثبت فيها درجة الحرارة الطبقة دي قال لي ما ايه قال لي بتنخفض فيها درجة الحرارة مع الارتفاع حتى تصل الى اقل قيمة ديه قال لي لانعدام وجود بخار المية ونظرة وجود الاكسوجين والده بيأصلي على ايه على ان بيحفظ لي عملية ايه ان انخفض الحرارة وتسربها الى الغلاف الخارجي ده بالنسبة لهذه الطبقة ايضا هذه الطبقة وجود فيها بعض الدوامات الهوائية وديه يعتبر غير مناسبة لحركة الطيران يبقى انا اللي بصيت للتلات طبقات الاولانيين اول طبقة عندي من الغلاف الجوي هي الطبقة المناسبة لحياة الكنات الحية على سطح الكرة الارضية عشان فيها كل العناصر المناخ بتاعتي او كل عناصر الجوية بتتركز في هذه الطبقة الطبقة التانية برضو حوالي من خمسين لخمسة وخمسين كيلو متر ودي بتثبت فيها درجة الحرارة وبتعتبر هذه الطبقة هي الطبقة المناسبة لحركة الطيران عشان ما فيش فيها طيرات هواء رأسية ولكن الهواء عندي بتحرك ايه حركة افقية الطبقة التالتة دي زي ما قلنا ان عندي بتنخفض فيها طريقة الحرارة يعني انا لو انا ارتفعت في هذه الطبقة وصلت لها وانا موجود مسلا تخيل نفسك انك انت راكب منطاد وصلت لهذه الطبقة هتلاقي عندك انخفاض الحرارة ملحوظ وممكن توصل لدرجات حرارة اقل من اه المعتاد او اقل من خمسة او ممكن تصل الى واحد وممكن تصل الى الصف وبالتالي اه ممكن يحصل انك انت لو راكب منطاد ممكن يحصل لك مشاكل اه نتيجة انخفاض هذه الحرارة ده بالنسبة لهذه الطبقة الطبقة الرابعة اللي عندنا وهي طبقة الثرموسفير يعني ما اقول الثرموسفير يعني ايه طبقة ايه طبقة حرارية هنا بتمتد حتى ارتفاع خمسمائة كيلو متر يعني اه لو انا اخدت اه عمق او سمك هذه الطبقة من سطح الارض بلاحظ انها ايه اه سمكها حوالي خمسمائة كيلو متر من سطح الارض هذه الطبقة بتمتد ولها مميزات ايضا اه زي ما قلنا مميزات الطبقات السلسل السابقة برضو ديت لها مميزات حنستعرضها معاكم قال لي بتتمنيز بارتفاع درجة الحرارة بدرجة كبيرة يعني كل ما ارتفع الى اعلى بتاتفع معايا درجة الحرارة طبق هنا ممكن اطرح سؤال اول عالل ليه قال لي لوجود الاكسجين الزري اللي له القدرة على ايه على امتصاص جزء كبير من الاشعة الفوق بنفسجية اللي هي بتأثر لي ايه على الحرارة وتقدل لي ان هذه الحرارة هنا في هذا المكان بيحصل عمية ارتفاع وبتكون الحرارة هنا مرتفعة ده بالنسبة للسؤال اللي معايا ولا ممكن يجيني في الامتحان سؤال علل تتميز طبقة السيرموسفير بارتفاع درجة الحرارة بدرجة كبيرة اقوله ليه قال لي عشان عندي وجود الاكسجين الزري اللي هو قدرة على امتصاص قدر كبير او جزء كبير من الاشعة فوق البنفسجية وطبعا بالتادي بتعمل لي ايه ارتفاع في درجة الحرارة في هذه الطبقة ايضا تسمى المنطقة ما بين هذه الطبقة اللي هي طبقة السيرموسفير والطبقة اللي هي قبل منها هي طبقة ايه طبقة الايونوسفير هنا وجودة العمية التأيين للطبقة ديه وبتستخدم في عمية الارسال والمواجات السلكية والسلكية في الاقمار الصناعية وزي ما هنشوف بعد كده هنستعرض معاكم مخطط او شكل ليعبر لي عن الطبقات واستخدام كل طبقة فيها ده بالنسبة لمميزات طبقة السيرموسفير اللي هي الطبقة بسميها الطبقة الحرارية ايضا بتروح صمك هذه الطبقة من حوالي من خمسة وسبعين الى تلتمية خمسة وسبعين كيلو متر وبتوصل درجة حرارتها فوق سطحها العلوي الى اكثر من الف درجة مقوية يعني انا تخيل ان فيه درجة حرارة اكثر من الف درجة مقوية هل يستطيع ان الانسان او الكئن الحي يقدر يعيش في هذه الطبقة طبعا لا وبالتالي لو احنا حبينا نخترك هذه الطبقة ببعض المعدات لازم تكون معدات تتحمل الحرارة العالية عشان ما تنصهرش والاجهزة اللي موجودة فيها تتلف لو احنا هنعمل ابحاث او هنصعد الى الفضاء عشان ندرس مثل هذه الطبقات بعد كده عندي الطبقة الخمسة وهي طبقة الاكسوسفير وده تعتبر حلقة انتقال الى الغلاف الجوي والغازات الخاملة اللي هي موجودة في الفضاء معايا اللي موجودة ما بين الكواكب وبعضها البعض برضو الطبقة دي الطبقة اعتبر خارجية اعتبر فضاء خارجي لكن برضو لها بعض المميزات اللي بتحيد بالغلاف الجوي هذه الطبقة تمتد الى اعلى طبقة السيرموسفير على ارتفاع اقصر من 1000 كم يعني احنا بنبعد عن الارض بمقدار كبير جدا حوالي 1000 كم وبالتاني هتتغير عندي ظروف الجوية المحيطة بيا لو انا صاعد الى فوق مثل هذه الطبقات هلحظ فيه تغير ملحوظة عن الطبقة الاولى من الطبقة التانية للطبقة الثالثة ولما اوصل الى الطبقة الخامسة هلأ فيه فعلا تغير ملحوظة قال لي بها اثار من غزات قليلة كسافة مما يحول من توهج الشهب اللي هي بتخترك عندي الغلاف الجوي وتسقط عندي على الارض زي بعض الاجرام السماوية زي النيازج والشهب دي يتقال لي وجود هذه الطبقة بيعمل لعمية حماية لسطح الارض ما حصلش تأثير دار لمثل هذه الشهب وبالتالي هي تمتص الحرارة ايه العالية او التواهج بتاع الشهب ده هي اللي هي بتدخل الى الارض دي كان طبقات غلاف الجوي واده صورة توضحية معاي اهيت عشان انا اشوف فيها ايه هي طبقات غلاف الجوي ومبينا لي استخدام كل طبقة وممكن انا استغلها ازاي وبعض المميزات وبعض الصفات اللي هي موجودة لكل طبقة هنا فانا الاحظ ان طبقة اولينية معاي اهيت هي بتحيلة بالارض من يمن سطحها او من جهة السطح يعني الطبقة السفلية من غلاف الجوي اللي هي طبقة ايه التروبوسفير وموضح لي قال لي ان في عندي طيارة اهيت بتسير يعني ممكن استغلها في حركة الطيران هي والطبقة الثانية اللي هي طبقة الاستراتوسفير وممكن انا اشتغل او ممكن انا اطير فيها بمنطاض الطبقة اللي هي التالتة اللي هي طبقة الميزوسفير موجودة عندي اهوت البعض الصحب وبعض الشهب اللي هي بتحاول تختارك عندي لغلاف الجوي الطبقة اللي هي التانية الرابعة عندي اهوت مبين لان في اقمار صناعية ممكن تتحرك في هذه الطبقة وبالتالي ممكن انا اعكس اه الموجات السلكية اللي بتصدر عندي من المحطات الارضية او بتوصل للاقمار الصناعية واعادة بسها من خير القمار الصناعي اللي بدور حوالي الارض اقدر استغل هذه الطبقة في عمية الارسال والاستقبال عندي طبقة الخارجية خالص الفضاء خالص ديت اللي هي ممكن انا استغلها بقى لو انا عايز اعمل ابحاث واوصل الفضاء الخارجي خالص اللي هو ابحاث ايه الكواكب والنجوم ده بالنسبة لطبقات الغلاف الجوي طبعا كان لازم يا ابناء الطلاب ان احنا استعرض مع بعض ايه هي طبقات الغلاف الجوي ومما تكون الغلاف الجوي لان انا الغلاف الجوي ده فيه عناصر جوية انا محتاج ادرسها وادرس كل عنصر فيها لان كل عنصر له اهمية وله استخدام للكائل الحي على سطح الارض طبعا احنا عندنا عناصر الجو اللي موجودة عندنا زي الضغط الجوي زي درجة الحرارة عندنا الاشعاع الشمسي او الاشعاع دي كلها عناصر اللي هي موجودة في الجو وبتأثر لي على الكائن الحي ويستغلها الكائن الحي في استكمال دورة حياته ده بالنسبة للغلاف الجوي وعرفناه هو ايه وطبقاته ايه طبعا اما ندخل على اول عنصر عندي من عناصر بقى الجو وهو ايه الضغط الجوي نستعرض مع بعض كده الضغط الجوي ايه هو الضغط الجوي قال لي الضغط الجوي ده هو عبارة عن وزن عمود الهوى اللي بيمتد من سطح الأرض إلى نهاية غلاف الجوي هو ده بسميه الضغط الجوي يعني انا عبارة عن وزن عمود من الهوى يعني لو انا اخدت مقطع من الهواء من سطح الأرض هذا المقطع مساحته سنتيمتر مربع وحسبت انا ان ارتفاع الغلاف الجوي إلى نهايته واقدر انا اجيب كسافة الهوى اضربها في الحجم اللي معايا ده بتاع الهوى هقدر اجيب عندي الوزن التاعي واقدر اقول عليه هو ده الضغط الجوي ده بالنسبة لأبسط تعريف للضغط الجوي يبقى يعتبر الضغط الجوي او بيعبر عن وزن عمود من الهوى طوله بيبدأ من سطح الأرض او سطح البحر احنا ليه بنقول سطح البحر عشان بيعتبر سطح البحر ده هو المنسوب الصفر اللي على اساسه ببدأ ايش اخد المنسيب الاخرى على سطح الأرض اقول المكان ده مرتفع عن سطح البحر مقدار 2 متر او 4 متر او 100 متر او 2 كيلو او 4 كيلو يبقى منسوب السطح البحر عندي هو الاساس هو الستاندر او بسميه الزيرو اللي ببدأ منه اخد المنسيب على سطح الأرض عشان كده هنا بقول يعبر الضغط الجوي عن وزن عمود من الهوى بيمتد من سطح البحر الى اعلى او الى طبقات الايه الغلاف الجوي وهنا قال لي اول طبقات الطبقات عندي عشان هي ايه الطبقة اللي فيها كل العناصر الجوية لان بعد كده بلاقي طبقات ايه بيقل فيها نسب او مكونات الهوى وبالتالي يعتبر جزء اه مش ضروري قوي مهمل معايا مش هديني وزن زي ايه الطبقة الاولية اللي هي بتحتوي على كل عناصر ايه عناصر الغلاف الجوي هنا بيبلغ متوسط الضغط الجوي في الظروف العادية عند سطح البحر اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن وزن عمود من الزئبق طوله قد ايه طوله 76 سنتيمتر ومساحة مقطعها سنتيمتر مربع واحد وده بقول عندي الضغط الجوي بيعادل 76 سنتيمتر زئبق يعني بقول ان لو انا جبت امبوبة طولها 76 سنتيمتر ومساحة مقطعها سنتيمتر واحد مربع اه وملتها بالزئبق هذا الوزن هو بيعادل وزن واحد ضغط جوي ده بالنسبة لي اه الضغط الجوي كتعريف وازاي انا بجيه طبعا ما جي انا احسب بقى الضغط الجوي معايا هنا اه انا بحسب الضغط الجوي معايا انه بجيب حجم الهوى اللي معايا بضعه في الكسافة بيديني ايه بيديني وزن عمود اللي هو الهوى اللي معايا اه طبعا ضغط الجوي في عوامل بتؤثر عليه يعني الضغط الجوي مش معقول لنا حلاقي الضغط الجوي في مكان اه مثلا هنا واحد ضغط الجوي واحد من عشرة في مكان تاني واحد واحد اه اه واثنين من عشرة في مكان اخر اه تسعمية تسعة و سعين من ألف طبعاً بيختلف الضغط الجوي من مكان إلى آخر وفيه عوام بتأسرع ليه هذه العوام الأول حاجة لارتفاع عن سطح البحر يبقى أنا لو أنا أخدت سطح البحر كمنسوب وارتفعت مثلاً بمقدار 200 متر هلاحظ أن يحصل عميد تغير في الضغط الجوي طب ارتفعت الحوالي 500 متر 500 متر أيضاً يتغير معي الضغط الجوي طب ليه يتغير مع الضغط الجوي؟ لأن هنا معي طول عمود الهوى بيقل كل ما ارتفع إلى أعلى بيقل معايا عمود الهوى وبالتالي يبقى كمية الهوى اللي هي فوق مني أنا أو اللي هاقسها حاليا إيه؟ حالياها أقل لو أنا معايا مثلاً سمك الطبقة وليكن 20 كيلو متر أنا ارتفعت 2 كيلو متر يبقى وزن عمود الهوى قل معايا بمقدار الـ 2 كيلو متر ده همت أنا أهملتهم وشلتهم من الوزن اللي هو الكلي لو أنا أخدت عمود الهوى من أول نقطة سطح البحر اللي هي الزيرو إلى آخر نهاية التهزيل الطبقة هلاحظ عندي يحصل عمود تغير للضغط الجوي يعني كل بساطة أول مثل يعزز هذا الموقف أن أنا لو أنا وقف فوق قمة جبل هلاحظ أني ينخفض عندي الضغط الجوي طيب لو أنا فيه منخفض تحت هلاقي ده عندي يزيد عندي الضغط الجوي طيب لو أنا جيت فحت عمقه في الأرض بير ونزلت تحت في الأرض حوالي 200 متر 300 متر 500 متر هلاحظ أني وقفت تحت هلاقي الضغط الجوي بيزيد عندي ليه؟ لأن كده ارتفاع عمود الهوى زاد معايا بمقدار الزيادة لنا في حلقتها في الأرض أو العمق اللي أنا حفرته في الأرض وزودته على طول عمود الهواء اللي معايا ده بالنسبة للعامل الأولاني اللي بيأثر لي على الضغط الجوي يبقى الارتفاع عن سطح البحر ده من أهم العوامل اللي بتأثر لي على الضغط الجوي معنا العامل الثاني وهو إيه؟ قال لي درجة الحرارة طبعا الحرارة اللي معايا ده عامل مهم ولوه تأثير على الضغط الجوي طيب نشوف مع بعض إزاي يعني هيأصل لي على الضغط الجوي انت عارف أن الحرارة دي تؤدي إلى تمدد الأجسام بالحرارة وبالتالي تزيد مسافات البينية بين الجزائيات المادة يبقى لما يبقى عندي هوا سخن هلاحظ عندي إيه؟ كسافة الهوا بتقل يعني فيه مسام موجودة بين جزائيات الهوا اللي موجودة معايا وبالتالي يخف معايا وزن عمود الهوا أيضا هذه حرارة بتعمل لي بتؤدي إلى أن الضغط ينخفض معايا لإيه؟ نتيجة الوزن اللي معايا بتاع الهوا قل نتيجة كسافته قلت وبالتالي يحصل لي إيه؟ يحصل لي انخفاض في الضغط الجوي لكن لو أنا رحت منطقة باردة يعني فيها حرارة مثلا منخفضة شوية هلاقي إيه؟ يحصل عميد تجميع للجزائيات وبالتالي يبقى عندي وزن عمود الهوا اللي معايا حيزيد عندي ويكون أعلى منه والحرارة عندي مرتفعة ده بالنسبة لتأثير درجة الحرارة على الضغط الجوي العامل التاة اللي بيأصر لي على الضغط الجوي وهو اختلاف كمية بخار المية طبعا بخار المية ده يعتبر أخف من الهوا وبالتالي عندي وجوده في طبعا مع مكونات الهوا هيؤثر لي إلى ان الهوا كسافته هتقل يعني وزن الهوا هيقل إذا كل ما اختلط معايا كمية من بخار الماء مع مكونات الهوا هيقل معايا وزن عمود الهوا بالتالي ينخفض عندي الضغط الجوي يبقى عندي در تفاع عن سطح البحر درجة الحرارة اللي عامل التاة هو اختلاف كمية بخار المية حاجة رابعة وهو حركة الهوا بضه دي بتأثر لي على ايه على الضغط الجوي يعني أنا نبصيت لي الهوا لو في حركة رأسية للهوا هذه الحركة تؤدي إلى حدوث خلخالة وفي مثلا الهوا في المكان ده وبالتالي لو في عن طيرات هوائية مرتفعة إلى أعلى تؤللي من ايه من ضغط الجوي أو العكس لو في طيرات دوامات هوائية نزلة بتحرك لجهة الأرض تؤدي إلى ايه؟ إلى ارتفاع الضغط الجوي وزي ما قلنا احنا ازاي نقدر الضغط الجوي قبل كده قلنا ان الضغط الجوي بيسوي حجم عمود الهوا في كسافة الهوا طيب ازاي انا جيب قلت حجم الهوا انا ازا كان عندي قلت الهوا عمود الهوا ده ارتفاعه حوالي مثلا عشرين كيلو متر طيب انا اخذت عندي مساحة مقدرها واحد سنتيمتر مربع من هذا السمك وجيت دربتها فيه كسافة الهوا اللي معايا حيديني وزن هذا العمود الهوائي اللي هو بيعبرلي عن الضغط الجوي دي مسألة بسيطة أو حاجة بسيطة يعني يعني حزبة بسيطة لو انت اخذتها في الحزبان يعني ركزت فيها وحتلاحظ فعلا ان لو انت جبت اي حاجة عايز تجيب حجمها بتجيبها ازاي بقول الحجم بيساوي ايه مساحة المقطع اللي معايا بتاع الاستوانة او الانبوبة دي في الطول بتاعها حيديني الحجم بتاعها برضو عمود الهوا لو انا اخذت مساحة عمود الهوا ده اللي هو سنتيمتر مربع ودربته فيه سمك الهوا او ارتفاع عمود الهوا ده اللي هو عشرين كيلو متر يعني عشرين في الف متر والمتر فيه ميت سنتي اضرب في الف في مية حيديني ايه حيديني حجم عمود الهوا من سطح البحر الى نهاية ايه الطبقة اللي هي الجوية اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها الاولانية ديت اللي هي فيها كل عناصر الجو اما اضرب انا في كسافة الهوا حيديني اه ضغط الجو ده بالنسبة لزاي انا اقدر الضغط الجو اه طبعا احنا اتكلمنا على العنصر الرابع اللي هو حركة الهوا الرئيسية وفيه من ضمن العوامل اللي بتأثرلي على الضغط الجوي طيب ليه احنا بندرس الضغط الجوي وازاي نستفيد منه زرعية الضغط الجوي احد العناصر الجوية المهمة اللي بنقدر منها نعرف اه احتياجات النباتات والكآل الحي على صحيح الكورة الارضية لانه بيأثرلي على عناصر جوية اخرى يعني ارتفاع الضغط الجوي او انخفاضه الحدوث طيارات من الهوا يعني فيه رياح هذه الرياح هتتحرك من مكان الى مكان وهي بتتحرك هتتقلي معها صحب او تقلي معها كتل هوائية دافئة او كتل هوائية باردة اذا نبضغط الجوي ده مهم جدا لنا احنا عشان خاطر نقدر النباتات تكمل دورة حياتها ونوفر لها او توفر لها كل احتياجاتها اللازمة للحصول على انتاجية عالية وبالتالي هنقدر من خلال الضغط الجوي نقدر نعرف الظروف المناخية اللي هتتكون خلال مثلا 24 ساعة او خلال اسبوع في منطقة ما نتيجة ان احنا معرفنا ايه هو الدغط الجوي في المكان ده عامل ايه هل هو حصن خفاض في الدغط الجوي ولا حصن ارتفاع في الدغط الجوي وهذا الارتفاع او الانخفاض بيعقوب hue عمية تغير في المناخ في هذا المكان ده بالنسبة ليه احنا بندرس الدغط الجوي وازاي نستفيد منه زراعيا يبال لو جاني السؤال في الامتحان وقال لي لماذا ندرس الدغط الجوي هاقول له ان الدغط الجوي ده نتمكن من معرفة كافة احتياجات اللازمة اللي النباتات اللي ايه عشان تحصل على غزائها وعشان تكمل دورت حياتها وتديني اعلى انتجية وعشان انا اتكيف مع الظروف المناخية اللي حاجيني نتيجة ايه تغير هذا الضغط الجوي لو انا مسلا عندي اه تغير في الضغط الجوي وحصل ان فيه رياح جاية معايا يعني حصل حركة للهوى هقدر ان انا احمي نباتاتي لانا اعمل مصدات رياح عشان خاطر احميها من طارط الهوى اللي جاية برضو لو انا قال لي ان فيه كتل هوائية جاية محملة بالسحب وفيه فرصة لسكوت الامطار كل ده نتيجة ايه نتيجة تغير في الضغط الجوي يبقى هو عنصر لو اتغير وحصل فيه تغيير بيأثر لي على باقة بقوات العنصر الغلاف الجوي وبالتالي يؤثر لي على المناخ بتاع المنطقة دية وبالتالي انا اقدر تكيف مع هذه الظروف عشان احمي نباتاتي ووفر لها الجو المناسب عشان تقدر تكمل حياتها وتديه انتجية عالية ده بالنسبة ليه بندرس ايه الضغط الجوي بعد كده بنتترك الى حاجة تانية وهي الاجهزة اللي احنا بنستخدمها في قياس الضغط الجوي انا زي ما قلت قبل كده ان الضغط الجوي قلنا بيساوي ايه عمود من الزئبق طوله 76 سنتيمتر زئبق وده اه قام احد العلماء باجراء تجربة انه هو جاب انبوبة طولها حوالي 100 سنتي ومساحة مقطعها يعني قطرها حوالي 1 سنتيمتر مربع وملأها بمادة الزئبق وبدأ ايه يغليها او يسخن عشان تخرج الفقعات اللي موجودة فيها وبعد كده نكس هذه الانبوبة في حوض بزئبق ولاحظ ان فيه عندي حصل فيه فراغ هذا الفراغ اه اذا نقل الجهاز ده او تقوم ده في مكان اخر لقى فعلا نفس الفراغ ده هو هو فاذا بالتالي هنا فيه ثبات واستنتج من هنا ان الضغط الجوي الموجود معايا هو ثابت فيه الاماكن اللي هو تحرك فيه طبعا اول حاجة جهاز من اجهزة قياس وتسجيل الضغط الجوي قال لي جهاز بارو متر ايه تورشيلي هذا الجهاز اللي انا قلت لوقتي عبارة عن حوض هذا الحوض اهوت بيحتوي اه على مادة الزئبق وفيه عندي انبوبة هي تراحظ معايا انبوبة طولها حوالي متر ملاها بمادة الزئبق وسخانها عشان تخرج منها الفقاعات الدقيقة اللي هي موجودة في الامبوبة وبعد كده نكس الامبوبة دي تعالى الحوض اللي هو فيه الزئبق لاحظ معايا ان هنا فيه اسهم اهية بتشاور معايا على ايه على ان اهو الهواء الجوي بيضغط على مين على سطح الزئبق اللي موجود في الحوض ومن يمة تانية بيضغط من جميع الجهات لكن وزن عمود الزئبق ده بدأ ينزل معايا لحد ما عمل الفراغ في قمة الايه قمة الامبوبة معايا هوت ده بيسميه فراغ ترشيلي وده العالم اللي هو عمل هذه التجربة واستنتج لما جيه قاس عمود الزئبق من اهول لهذا الفراغ معايا الى النهاية وش او سطح عندي الزئبق ده في الحوض لقاه طوله كان 76 سنتيمتر وده قلنا عليه ان هو يعتبر واحد ضغط جوي ده بالنسبة لجهاز بارومتر ترشيلي الجهاز التاني اللي بعد كده وهو جهاز البارومتر الزئبقي هو نفس الفكرة بتاع جهاز بارومتر ترشيلي ولكن عندي هنا في اختلاف ان عندي الحوض هناك كان حوض سابت هنا الحوض اللي هنا عمل قاعدة بتاعته قاعدة اعتبر متحركة عبارة عن جلد من الشموى وفيه مصمر محوي عشان يقدر يرجلش به او يرفع القاعدة او يقللها عشان يقدر ايه يتحكم فيه كمية الزئبق اللي موجودها معايا فين حتة في هذا السطح ده جهاز برضو ايه بارومتر الزئبقي اللي هو بيقسلي ايه الضغط الجوي ولو اخدنا مقونات هذا الجهاز عبارة عن حوض ملان بالزئبق انبوبة انبوبة اهيت ملانة بالزئبق برضو فيها فتحة من اعلى هذه الفتحة محاطة باستوانة معدنية فيها فتحة عشان اقدر اراحظ منها ارتفاع الزئبق مسبت عليها ورانية او مصطرة عشان اقدر ايس عندي الارتفاع والانخفاض بتاع الزئبق لو انا حركت الجهاز ووصلت فوق قمة الجبل او فيه مكان منخفض عشان اقدر انا اشوف الضغط الجوي واختلافه عند انتقالي من مكان الى مكان اخر دي صور ليه جهاز بارومتر الزئبق الجهاز التات اللي هناخده فيه قياس الضغط الجوي وهو جهاز البارومتر المعدني هو عبارة عن مقياس وبيشبه المنبه بالزبط او بيشبه الساعة بتاعة الحائط يعني فيه هنا عندي مؤشر وفيه جزء من جوه حساس هذا الجزء بيتأثر بالضغط الجوي يعني زي علبة اول ما الضغط الجوي يضغط عليها فبتندغط هذه العلبة متصلة برافعة تتحكمني فيه مؤشر هذا المؤشر يتحرك على التدريج وطبعا ده مسبت او مظبوط على انه واحد ضغط جوي بحيث انه لو انا موجود في مكان فيه ارتفاع في الضغط الجوي هلاحظ ان المؤشر يتحرك نتيجة ضغط الهواء على العلب الحساسة دي بالضغط الجوي تؤثرني على المؤشر يديلي نتيجة او قراءة عندي الجهاز مباشرة ولو انا في مكان فيه انخفاض في الضغط الجوي هلاقي المؤشر ينخفض عن الواحد ضغط جوي ويقول لي اذا كان مثلا ده تسعة وتسعة من عشرة يعني تسعمائة تسعين من الف من الواحد بار ده بالنسبة لي جهاز البرومتر المعدني طبعا اما يجيني انا في المعمل هلاحظ عندي الجهاز ده متواجد معايا في المعمل عندنا وحنشوفه ان شاء الله الحصة الجاية باذن الله تعالى عشان نقدر نشوف الفرق ما بين الاجهزة التاتر مع بعض انه هناخد بعد كده الحرارة وارطوبة وحنجمع الاجهزة كلها ان شاء الله عشان نقدر نفرق ما بين الاجهزة التاتر ان شاء الله تعالى ده بالنسبة ليه البارومتر المعدني يبقى يوم ما تشوف الجهاز ده اللي هو شكل المنبأ او شكل الساعة يعرف ان هذا الجهاز هو ايه جهاز البارومتر المعدني ويستخدم في قياس الضغط الجوي يبقى لو جاني سؤال في الامتحان ما هي وظيفة البارومتر المعدني اقول له ايه قياس الضغط الجوي ممكن يجيلي السؤال بطريقة تانية ممكن يقول لي ضع صح او غلط امام العبارة اقول له يقول لي يستخدم جهاز البارومتر المعدني في قياس درجات الحرارة طبعا هنا اقول له غلط ليه لان هو بيستخدم في قياس الضغط الجوي يبقى السؤال ممكن يجيلي على اشكال مختلفة ومتنوعة سواء كان صح أو غلط أو سؤال مقالي يعني يقول لي يذكر ما هي وظيفة البرومتر المعدني أو يقول لي أكمل العبارة الأتالية يستخدم جهاز نقط في قياس الضغط الجود يبقى أنا فاهم وعارف أن الجهاز البرومتر المعدني يستخدم في قياس الضغط الجود أو مثلا برومتر تورشيلي أو برومتر الزئبق دي كلها أجهزة تستخدم في قياس الضغط الجود طيب ننتقل الجهاز الرابع اللي هو بيستخدم في قياس الضغط الجود هذا الجهاز يختلف عن الجهاز اللي فات الجهاز ده بيستخدم في قياس وتسجيل الضغط الجود الجهاز الأولاني كان بيعمل إيه؟ كان بيئيس الضغط الجود يعني لو أنا اتحركت من مكان إلى مكان آخر وكان المكان الآخر ده كان فيه انخفض في الضغط الجود حلاء البرومتر إيه؟ مؤشره ينخفض عن الواحد طيب لو أنا في مكان مرتفع في الضغط الجود حلاء المؤشر بتاعي يرتفع ويعبر لي عن الضغط الجود في هذا المكان لكن الجهاز ده هنا بيسجل معايا القراءة بتاعت الضغط الجود طيب الجهاز ده عما نيجي نستعرضه ونشوف بيتكون من إيه؟ هذا الجهاز اللي قدامني على الصورة وعلى الشاشة اللي بيتكون من القاعدة بتاعت الجهاز مسبت عليها إسطوانة هذه الإسطوانة اللي هي الصفرة دي عليها ورقة رسم بياني الإسطوانة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ساعة زي ساعة الحائط وفيها مفتاح أهوة موجود معايا هذا المفتاح أنا ببدأ أملأه زي الزنبالك بتاع ساعة الحائط ببدأ أملأ الساعة مع عكس اتجاه عقرب الساعة بيمتلي معايا الزنبالك ده وبيملأ الإسطوانة دي وبالتالي لو أنا شغلتها وعادة الجهاز لعمل تستمر معايا عمل لمدة أسبوع لما الزنبالك ده يخلص ويتوقف دوران الإسطوانة دي الهدف من كده إيه؟ إن أنا بعمل الإسطوانة دي عشان الإسطوانة دي مسبتة على عمود أو أكس هذا العمود بيخلي الإسطوانة أو بيجعلها تدور حول محورها لف كل إسبوع وبالتالي أنا لو بدأت عندي النهار ده مثلا أخدت تسجيل وسجلت عندي التاريخ على ورقة الرسم البياني اللي موجودة معايا على هذه الإسطوانة وقلت مثلا النهار ده التاريخ وليكن واحد أول يوم في الشهر وكنا يوم السابق بعد إسبوع بالضبط هلاقي عندي الجهاز عملي خط على الإسطوانة وسجلي عليه سجلي عليه إيه الارتفاع أو الانخفاض بالنسبة للضغط الجوي طبعا إحنا جهاز البرومتر المعداء الباروغراف قلنا بيستخدم في إيه قياس وتسجيل الضغط الجوي وهو يختلف عن مين عن البرومتر الزقبقي لأن البرومتر الزقبقي بيسجل ترشيلي بيسجل ولا بيقرأ مباشرة ها ها أنا رخبطتك معايا هو لا جهاز البرومتر المعداني بيأخذ قراءة مباشرة ترشيلي قراءة مباشرة برومتر الزقبقي قراءة مباشرة لكن عندي البرومتر الزقبقي يعمل ايه بيأخذ قراءة ويسجلها معايا يعني ممكن أنا احتفظ معايا بهذا السجل الى فترة كبيرة عشان اقدر ادرس المناخ او ادرس الجو في هذا المكان طبعا ده البروغراف ده بيسجل عندي ايه القراءة بتاعت الضغط الجوي هنأخذ اخر جهاز عندي وهو جهاز ايه الجهاز هو المانومتر الجهاز المانومتر ده عبارة عن ساق زجاجية عن الشكل حرفيه ملانة بالزئبط وبوصل احد طرفيها بالغاز او السائل اللي انا عايز اعرف ضغطه قد ايه والطرف الاخر بسيبه للهواء الجوي نتيجة ضغط هذا الغاز او هذا السائل على السطح الزئبط بيحرك للزئبط من فرع الامبوبة اليمين الى فرع الامبوبة الشمال وبالتالي انا اقدر اعرف منها ايه هو اذا كان الغاز اللي معايا او السائل اللي معايا له ضغط اكثر من ضغط الجوي واحد ولا اقل منه اذا حصل انخفاض للزئبط من الطرف اليمين الى الطرف اليسار انا كده النهاردة استعرضت مع حضراتكم الغلاف الجوي وعرفنا طبقاته ايه واخدنا اول حاجة من عناصر الجوية وهو الضغط الجوي وعرفنا ايه هو الضغط الجوي وعرفنا ايه هو العامب تقصر على الضغط الجوي واخدنا اجهزة قياس الضغط الجوي اللي هو برومتر تورشيلي برومتر الزئباقي وجهاز البرومتر المعدني وجهاز البروغراف اللي هو بيقيس ويسجل معايا الضغط الجوي واخدنا اخر جهاز وهو المانوميتر دي كلها أجهزة إن شاء الله حنستعرضها عملي في درس العمل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا لكم وأترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته